كاسيو ادفايس مكلده او اللي بيقولوا عليها ميرور كل العددات شغاله سعرها في السوق حوالي 1300 جنيه كاسيو اوريجنال اصلية ادفايس اعتقد كده واضحة سعرها 5000 جنيه فرق كبير في السعر الا انه فرق كبير جدا في الامكانية حتى البوكس ده البوكس المقلد معه ضمان لكن ضمان باين ان هو مطبوع شكل العلبة المقلدة المفروض او كده شكل العلبة المقلدة وده العلبة الاصلية الفرق بين المقلدة والاصلية حاجة واحدة بس ده برضو جواها الضمان الفرق وجود السريل اللي ممكن يتعامل ده المقلدة ده الاصلية حتى الكيس بتاع العلبة نفسه ده المقلد ده الاصلي فرق حاجة واحدة برضو ممكن تتعامل هنا عدم وجود اللجهات هنا وجود اللجهات ده امر بسيط ما يعرفكش الساعة الاصلية من الاوريجنال لكن تعال نشوف الساعات نفسها شكلها ايه ايه الساعة المقلدة محدش يقولي المينة مختلفة ودي الاوريجنال طبعا لان في نفس الموديل ده بالزبط هو الموجود ده لكن حظي ده برضو كانت ساعة جيال هدية فحبيت اعمل لكو عليها المقارنة دي الا ان في نفس الاشكال دي دي مقلدة دي الاوريجنال يا صديقي كلها عددات شغالة الا ان فرق الماتيريال وفرق العمر واضح جدا تعال نشوف الظهر ممكن نكشف المقلدة من الاصلية ازاي دي المقلدة يا صديقي ده الوش وده شكل الظهر شكل الاستيك بتاعها حتى الاستيك هنا مدموع ادفايس او كاسيو فيش علامة هنا شوف فيش علامة هنا تعال نشوف الاصلية كمان الظهر بتاعها هيكون عامل ازاي ونشوف ممكن نكشفها ازاي الاصلية والله حتى معلاش علامة كاسيو تخيلوا المقلدة حتى كاسيو والاصلية مش حتى كاسيو طيب هنعرفها من الظهر ازاي بوبوش ركز كده في المقلدة وركز في الاصلية وهنا الباب بتاعها لافف فانا عاوزين نقارن المقلدة الفونت الخاص بالظهر بلك شوية او عريض شوية الاصلية الفونت هنا سوري الفونت هنا ناعم ملناش دعوه بقى بالسيريال والعلامة المائية لان دي تشال اها العلامة المائية تشال اها ركز في الحفر نفسه اللي على الظهر هنلاقي هنا مدل الساعة كاسيو ايدفاس والمدل هنا هتلاقي هنا مدل الساعة كاسيو ايدفاس والمدل هنا فرق واحد صغير جدا هتعرفه من الظهر المكان ده فاضي المكان ده فيه سيريال خاص بالساعة تخيل ان ده الفرق الوحيد اللي تقدر تكشف به الساعة المقلدة من الاصلية طبعا اكيد مش الفرق الوحيد اللي لبيس اوريجنل او بيلبس ساعات اوريجنل هيقدر يوضح ان دي اصلية ملمس وخامة ووزن وكل حاجة الا ان دي تقيلة برضو والله الساعة التحفة العمر دي متاحة بالشكل الجميل ده كاسيو ايدفاس 100 متر تحت المية عشرة وعشرين بار استخدام للغطس او شاور او الامطار او ان ايدك مثلا بتخسل ايدك وانت لابس الساعة بس ما اعتقدش ان يفضل ان احنا نلبس ايدينا واحنا لابسين ساعة جلد لان الجلد مش هتحمل معانا كمان لا يفضل الساعات الجلد في الصيف علشان مش بتستحمل العرق يعني الاستيك نفسه مش معمر مع المية صديقي الساعة تحفة ده من ساري ده من وكيل كاسيو اصلية فعلا اشوفك دايما على خير الساعة تعالى اشتركوا في القناة